بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم عزيزي مشاهدي قناة الأهلي أينما كنتم في برنامجكم ماليك وكتابة رجعنا لكم بعد الجزء لأولاني بالأجازة أقولنا ما نطولش قوي ونقسمها أحسن ولا يا أستاذ براهيم أهلا بك واشوال مشغولين أوى أستاذ براهيم أن احنا ومن أجمل من أحلى هذه المقارنات اللي دايما تستدعي الخلاف بلا لزمة هنحاول نبحث عن هذه اللزمة في حلقة تحمل الرقم 847 من مالك وكتابة حلقة الاثنين يبحث فيها المهندس عدلي عن اللزمة للي ما لهاش لزمة المقارنات مين أحلى مين أحلى يا سيدي مارلين مروا ولا جينة لولو ما دي حلوة ودي حلوة لازم مين أحلى ومعييرنا ايه في مين أحلى دي نعمس بتاع على مستهل العالم مين بيحب دي أكتر طب مين أشتر قال باتشينو ولا روبرد نيرو ما ده حلو جدا ما ده حلو جدا طيب هو مين أم كلسوم ولا فيروس ده سؤال الفلس لا لا احنا المقاربات دايما يا سيدي إبراهيم بتشغل إصحابها بلا مناسبة كل شيء له ومهوره وله أسبابه ومن حق أي إنسان أن يعتد بما يملكه أو بما يمثله فما نزعلش بشرط ما تقارنش بقى يعني أنت ما تقول إيه أنا بحب بقى فلان فلان ده أحسن لعيب عندي تحور بس مش أحسن من فلان أحسن من فلان دي مش من حقك فهم قصدي؟ طيب فإحنا المقارنات اللي تستدعي الخلاف ملاش لازم لإن أنت عمل لنا فقرة النهاردة بيتيقلي عن هذا الأمر اللي يبدو غريبا من فرط ما هو مش مستحق الخلاف خالص صحية عموما هنشوف أبرز العنوين مقالي ومقاله هو ده الغربال كلام الفراج ليس وليد الصدفة وبعض متلسانه عن اسمعوها من بابا وفي الشموع الحمراء توتو وأسرار الملك عن المدافع الصلط ومجلتنا من أربعين سنة ده محتوى حلقة النهاردة لكن عايز أقول لكم أنه في البداية الخبر السر لجمهير النادي الآلي أنه جهاز الكرة الكابتن خالد بيبو مدير الكرة بيعلن عن تجديد عقد محمد مجد أفشا أو تمديده لثلاث مواسم أخرى بالإضافة للسنة اللي باقي فيها وده تأكيدا على أهمية الاستقرار الفني داخل صفوف الفريق وأن العقود بتاعة اللعيبة المؤسرة في الفريق تكون متأمنة بدر بدر والفترات كافية مؤكد خلي بالك النادي الآهلي بيحاول بقدر إمكاني أن يحافظ عن أسباب تفوقه مع دعم وإضافة ما يشكل تطوير فدائما الناس بتبقى عايزة تحتفظ بكل حاجة وتضيف لكن أنت أحيانا لا يمكن أن تضيت دون أن تفرط لأنك في الآخر أنت عندك قوائم وعندك عدد إزواجيات في المناصب وفي المراكز وطبيعة الأمور ولكن الموسم الجاه مش حيبة موسم سهله على حد مش سهل على حد موسم مش سهل على حد لأن إذا كان النادي الأهلي قد فطن إلى أسباب التراجع الموسمين الماضيين وتدركها بتضحية هائلة أنه مفكرتش حتى يبقى تاني ولا تالت أنا خلاص كده كده حلعب بطولة أفريقيا حريح مهما كانت النتيجة مسعاش بقى مش حارف وبرضو حاولها بقدر وقد كانت هذه أحد أهم أسباب تفوق الأهلي بدنيا على الأقل على سائل الفرق اللي خلته يقدر خططيا ينفذ الكسير أنت السنة دي برضو عمليات التدوير وإراحة اللعيم فترة إراحة طويلة سوف تعطيك نفس للموسم المرهق جدا القادم ولكن وأنت تفعل هذا القي نظرة على المنافسين مش المنافس بيرامد بيعلن أنا قادم بقى بحجر كل ما أستطيع بحجر كل ما أستطيع المصري عمل تدعمات قوية جدا وتشعر أن أستاذ كامل عبو علي بيصرف وبيدفع وبيعمل لا فيه الاتحاد الاتحاد تفسير ميك كل الأندية أنا مش عايز أذكر إحنا فيه أندية هتفاجأ إن هي رتبت أمورها بشكل جد جد دوري حيكون صعب حيبا صعب على الزمالك منافسة بيرامد على المركز التاني بيرامد خلاص يعني لا تسقط الزمالك من حسابات المنافسة أبدا لا أولا الأهلي أبدا الأندية العريقة الراسخة كدورها تقدر تستجمع نفسها عندها من الإضافات اللي مش موجودة عند حد اللي هي الإضافات الإيه الإضافات النوعية بقى اللي هي إضافات المعنوية اللي هي الإضافات الثقافية طاقة التاريخ الجماهيرية طاقة التاريخ الجمهور ليه اعتبار ليه اعتبار بشرط إن الاتحاد برضو يدي الأندية دي الأسلحة اللي تحارب بيها لأن أنا مش معقولة وده حنتطرقه في حتة الدربيات والمقارنات إنك أنت عندك أسلحة ما زالت في الضرب عندما تخرج حتضيف طيب كابتن محمود الخطيب رئيس النادي مبارح كان في جولة مهمة في الفرع النادي في الشيخ زايد رفق يمكن دكتور سعد شلب المدير التنفيذي والمهندس سامح على كامل المستشار الهندسي للمجلس واللوى ناصر أبو زيد مدير فرع الشيخ زايد واللوى يحيى أبوزة مدير الأمن والشركة المنفذة للمشروعات للوقوف على كل المشروعات اللي بتتم في تدعيم البناء التحتية وتطوير منشآت النادي لخدمة الأعضاء وده طبعا كان بعد افتتاح حديقة جديدة لأعضاء النادي في الشيخ زايد عملا على توسيع الطاقة الاستيعابية للمقر والسماح للأعضاء لأكبر عدد بقضاء أوقاتهم في النادي خاصة أنه الحديقة الجديدة مزودة بشاشة عرض كبيرة لخدمة الأعضاء وجلوسهم الكابت الخطيب كمان المهندس سامح على كامل قال أن منطقة جلوس الأعضاء اللي تم الانتهاء منها وافتتاحها بشكل رسمي بتضم شاشة عملاقة على أعلى مستوى وتعد إضافة جيدة على المستوى الخدمي للأعضاء الأهلي وقال أنه فيه مخطط إنشائي لربط عدة مناطق داخل الفرق وقال أن اتخاذ خطوات جديدة في ملف حمام السباحة في الشيخ زايد هيتم طرح الأعمال الخاصة بالحمام الأسبوع اللي جاي للبدء فيه تنفيزه وأخزم في الاعتبار الالتزام بالخطط الزمنية المحددة لكل المشروعات وديكوا شايفين ما شاء الله فرع الشيخ زايد يمكن على المستوى الملاعب وعلى مستوى الحدائق وكل حتى ملاعب الأعضاء وأبناء العضاء المسألة فيها توسعات كبيرة باشوانت التحدي الإداري بيتمثل أنك بتسير في جميع الالتزامات أي دون أن يطغى التزام على الآخر وأنت تسير في الالتزام الكروي لا تنسى الالتزام الرياضي بسائر الألعاب وأنت تسير في هذا الالتزام الرياضي لا تنسى الالتزام الإنشائي وأنت في سبيل تحقيق كل هذا لا تنسى كيف تطور من مواردك وتضيف إليها يوما بعد أو المجود الخارق الذي يبزل جاي مرضوده حتى الآن علينا أن نساند كل هذه الخطوات وإن إحنا نتفهمها وإحنا عملنا موسم أنا مساميه سيد المواسم يا رب نعلي عليه وده يعني تحدي ولو تعلمونا شديد الصعوبة والقصوة فيما هو قادم كمان يمكن زيارة الكابتن الخطيب للشيخ زايد مبارح كان بعد زيارة مهمة أخرى زار فيها كابتن الخطيب الأكاديمية البحرية في الإسكندرية ودي مسألة مهمة جدا لمزيد من تدعيم الدور الثقافي للنادي كان الأهلي قبل كده عمل بروتوكول مع الجامعة الكندية ثم جات زيارة الكابتن الخطيب للأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحر في الإسكندرية لبحث سوبل التعاون بين الأهلي والأكاديمية والاستفادة من إمكاناتها وملعبها ومنشآتها الرياضية والمرشحة لاستضافة معسكر الإعداد الخاص بفرق النادي في الأكاديمية استقبل الكابتن الخطيب الدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية والدكتور نيفين الصغير عميد كلية الإدارة والتكنولوجيا في فرع الأكاديمية بالعالمين والدكتور مير عبدالفتاح نائب رئيس الأكاديمية للتطوير والدكتور علي فاهمي عميد كلية الزكاة الاصطناعية استمع الكابتن الخطيب في الزيارة لشرح من الدكتور إسماعيل عبدالغفار عن التصميم الخاص بمنشآت الأكاديمية والتوسعات الجديدة والمرافق الرياضية الواسعة في الأكاديمية البحرية كذلك أقولك التحرك في قول الاتجاه وكمان التحرك في البتاع الأكاديمية دي سيأيدي مزيد من الفرص لأعضاء النادي ثم قطاع من محبيه أن يبقى فيه فرص لأن الأكاديمية من الأماكن اللي ما حدش أخذ باله أنها على أعلى مستوى تعليمي وأنها تقدم الكثير من المنح صحية وأكاديمية البحرية يعني وأضيف إليها الرياضية لأنها من أكتر الأماكن اللي بتدي منح رياضية يعني الرياضيين يستطيعوا أن يحصلوا على ميزات فكل ده يعني تحرك في صالح يبدو أنه الفرق الرياضية ولكنه أيضا في صالح الأعضاء ثم المحبيين طيب في الكرة كمان الأهلي ميستر مارسل كولر زي ما أعلن الكابتن خالد بيبو مدير الكرة بيضم صلاح محسن مهاجم الفريق العائد من تجربة احتراف لمدة موسم واحد في سيرميكا كلوباترا يرجع صلاح محسن يدعم قوة الأهلي الهجومية ويكون مع الفريق في معسكر الأعداد اللي جاي شوف صلاح محسن عندما حصل عليه الأهلي كان ملقب بمحمد صلاح الزغاية ماذا ينقص محام صلاح صلاح محسن ينقصه أنه الخبرات والنطج الكروي اللي يتحلو أنه يجدد دوافعه وينقل طموحاته بشكل موضوعي هو السنة اللي خرج فيها دي هو ألن استفدت منها ويراجع للأهلي بتحدي جديد الأهلي يحتاج منه أن يترجم هذا النطج وهذا الوعي لصالح نادي الآلي طيب هو عنده الإمكانات البدنية والفنية آه عنده الإمكانات البدنية والفنية ماذا ينقصه؟ والتركيز والرغبة في التطور والالتزام بالأهداف دي نقطة مهمة جدا في سبيل بقى تدعيم الأهلي لفرق الرياضية المختلفة صفقة مهمة بيعلن عنها الكابتن خلد العوضي مدير النشاط الرياضي تدعيم فريق رجال السلة باللاعب الدولي مصطفى كيجو قادما من الشمال القطري مصطفى كيجو كان لعب سابق في الزمالك ثم انتقل إلى الشمال القطري بيتعقد معاه الأهلي لمدة أربع سنين وبيقول كيجو أنه الحقيقة سعيد بن ضمامه للأهلي وقال أنه لما يكون في فريق في آخر ثلاث مواسم تقريبا استحوذ على كل البطولات فشرف كبير لي أنه أنضم إلى مجموعة من هذا الفريق بهؤلاء اللاعبين وقال أن المفاوضات استغرقت ساعات قليلة جدا أول مرجعت من الشمال القطري في منتصف شهر يونيو الماضي اتكلم معايا الكابتن خلد العوضي والتقيته مع الكابتن طارق الغنام مدير الفريق كابتن أحمد الجرح المدرب وقال كيجو أنه منظومة كرة السلة في الأهلي تسير بخطة كبيرة جدا تجعلني متفائل بالانضمام إليها وأنا سعيد للغاية أن أنا انتقلت للنادي الأهلي كيجو وأنا أتابع كرة السلة من أربع خمس سنين بشغف أي اللعب الذي تمنيته 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 بتطمنك على القيمة الفنية لأن أوجستي مرانه في زمالك أيه طيب نشوف الفيديو فيه مصطفى كيجو الصفقة المهمة للنادي الأهلي السناني أنا رأيي أنه اللعب مهم وكلامه طمني كل كلمة قالها في قدر كبير من الوعي والاحترافية يعني قال لك أنا حابب التجربة دي ودي نقطة مهمة جدا قال أنا أجدد واحد أنا جديد لكن رغم كده بقول لازم نتعب ولازم نعمل يعني ما تخمسش دور الأستاذ والمعلم الذي يرسل الرسائل لكن تحفظ وبعدين قال اللي هو عايزه وبعدين قال لازم نكون كل حاجة يعني ما معناها محترفين حتى فترة الراحل كل حاجة تاخد حقاها كويس جدا ماهش غريب عن ميستر أوجستي وقال هذا الكلام أعتقد أن فريق كورة السلة نقدر ولو أنه مش هيبقى موسم سهل حتى الذين يتصورون أن زمالك قد يكون بعيدا عن منافسة بقولهم لا أنا متابع الناشئين في مصر ومتابع العناصر اللي في الزمالك ومتابع برضو الإضافات اللي عملوها حيبقى فرقة مافيش فرقة سهل الجزيرة سبورتنج سموحة إحنا السنة اللي فاتت الدوري كان مصر التأمين مصر التأمين حد كان يقول أن المصريات صلاة لا فرقة كويسة يعني بإذن الله وأظن البنك الأهلي معرفش برضو كان وفي البنات عمل شغله كويس جدا العاب الجمعية في مصر شايفة طفرة شوي ومن ضمنها كرة اليد اللي الحياة الاتحاد المصري كرة اليد بيحدد معاده السوبر السوبر الأهلي والزمالك اللي حيكون في الفجيرة الإماراتية يوم 9 ديسمبر القادم إن شاء الله وأكد الاتحاد أنه حيتم تغريم أي نادي قرر الانسحاب من بطولة السوبر المصري 3 مليون جنيه في حال الانسحاب بعد الموافقة على المشاركة في البطولة والأهلي حامل لقب الدوري والكياس في الموسم الماضي مع الزمالك وصيف الدوري في الموسم الماضي والمباراة في افتتاح الصالة الجديدة المغطاة في الفجيرة بالإمارات 9 ديسمبر إن شاء الله حتى السوبر اليد بره ده كويس بص في جملة مهمة جدا اتقالت في الكلام ده قالك إن الانسحاب بعد الموافقة على الاشتراك غرم 3 مليون جنيه أي الجملة دي معناه ايه إنت لما تقول هاشترك وتعتذر يبقى انسحاب لكن لو اعتذرت قبل يعني وجوه تقليك الدعف اعتذرت ده مش انسحاب فلما ايه واحد يقولك اللي قال انسحاب من كسر ربطة لا هو اعتذر لكن لو قال مشترك وتحطط القرعة يبقى ده انسحاب فالمانسحاب اللي انت خدت فيها شعوط وأصبح لك وجود فعلي إذا ما لعبتاش تبقى منسحب لكن أصلا انت المصابقة لما تشارك فيها يبقى انت معتذر ده كلام مهم جدا خلينا نقول كمان ان النادي الاهلي مجلس دارته كابتن محمود الخطيب وعضاء المجلس بينعو رحيل الكابتن إبراهيم الإسناوي كابتن نادي الاتحاد السكنداري في عصره الزهبي وكابتن منتخب مصر اللي وفاته المنية دعينا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم العائلة الكريمة وكل محبيه وزملائه في الاتحاد السكنداري وكل جماهيره الصبر والسروان رحمة الله على الكابتن الإسناوي رحمة الله عليه وعلى كل الناس اللي بتغادرنا وتترك ألم الفراق لدويها يعني دي كانت الجولة الخبرية المهمة وتبقى ضربة البداية مقالي ومقاله هو ده هو ده المطلب المهم اللي النادي الاهلي باعة النهاردة لاتحاد الكورة وهي دي نقطة البداية الصحيحة لو عايزين ننطلق منها إن شاء الله لاستعادة شغف الكورة المصرية ومكانة الكورة المصرية وشعبية صناعة الكورة المصرية الأهلي أرسل الخطاب اليوم إلى الاتحاد المصري لكورة القدم يطلب فيه التواصل مع الجهات الأمنية للموافقة على الحضور الجماهيري بالساعة الكاملة لكافة المباريات في الموسم الكوروي الجديد جاء ذلك بعد التجارب العديدة والدور الكبير لرجال الأمن الموقرين اللي استحقوا التحية والتقدير على المجهود اللي بزل وكانوا وراء هذه النجاحات التي إعادت الروح للملاعب من جديد أكد النادي الأهلي في خطابه أن الجهات الأمنية التي تعاونت مع كل عناصر المنظومة وأسهمت في نجاح المسابقات الرياضية في اللعبات المختلفة لن تتأخر كعادتها في تلبية طلب الحضور الجماهيري بالساعة الكاملة في كل المباريات خاصة أن هذا الحضور الجماهيري يلعب دورا رئيسيا في تصنيف المسابقات الكروية على المستوى القري وتحديد قيمتها التسويقية بالإضافة إلى حاجة الأندية للعوائد الإيجابية من وراء مساندة جماهيرها من أهم الخطوات عودة الجماهير عودة الجماهير بتعيد الأمور إلى نصابة طبيعية والعالم في محطنا العربي والإفريقي بتشوف كل الفرق بتتمتع بالحضور الجماهيري نتفهم الصعوبات الموجودة عندنا جدا ولا نتدخل في القرار ولكن نتمنى أيضا أن بطريقة أو أخرى نقدر نعيد الفرحة والزخم إلى الملاعب لأن لها مرضود أستاذ إبراهيم مش بس مدي مرضود مدي مهم جدا لكن لها مرضود فني أن الناشئين واللعاب الكبار بتوعك يلعبوا تحت ضغط الجماهير التحكيم صفارة الحاكم تبقى بتعودها على الضغط الجماهيري التنظيم كل حاجة وبعدين تجربك وانت بتنظم مثلا المواتشات الأفريقية اللي بتسمح الأنضية المصرية بزخم جماهيري كبير بتشوف المرضود الفني عامل إزاي وبتشوف الاسفادة الكروة المصرية عامل إزاي والنهاردة انت صاحب أقوى أو أكسب جمهوره على مستوى العالم العربي والإفريقي انت جمهورك بينطلق من قاعدة 120 مليون مواطن فقطعا هيبقى السماح بالطاقة القصوى له مرضود كبير جدا 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 على شكل المسابقات وشكل الأداء الفني وأيضا المادي والقيمة التسويقية إذا ما حضرتك قلت والبس التلفزيوني وهو حاجات كتير جدا الحقيقة ده كلام مهم جدا يا جماعة لإنقاذ صناعة كرة القدم المصرية إحنا ملاحظين أن الكرة المصرية لما نجي نبص للـ 18 نادي اللي في الدور الممتاز بالضبط يمكن أربع أو أربع أندية اللي أندية الشعبية والباقي أندية الهيئات والشركات دور المحترفين اللي تم تدشينه موازن للدور الممتاز عشرين نادي فيهم تقريبا برضو أربع أندية شعبية فقط والباقي أندية هيئات وقطاع خاص أي حد غيور على مستقبل الكرة يقلق جدا يقلق بجد لأن شعبية الكرة الخطاب اللي النادي اللي بعته لاتحاد الكرة بيلفت النظر إلى تأثير حضور الجماهير على القيمة التسويقية للأندية المصرية فما بالكو بقى بالزخم الشعبي والشغف بتاع الجماهير والمكانة بتاعت الكرة المصرية برة وتأهيل لعبتك وجماهيرك وهم بيلعبوا مباريات خارجية قدام ملاعب كاملة المسألة صعبة جدا الأسباب اللي قدت إلى تحجيم الحضور الجماهيري مصر الحمد لله تجوزتها كتير قوي الموسمين اللي فاتوا وشفنا الموسم اللي فات تحديدا زي ما الأهل قال في بيانه أو في الخطاب بتاعه إن في مباراة كبيرة تعملت بحضور جماهير كتير ونجحت والحمد لله أنت وصلت إلى سيست منضبط من خلال شركة تذكرتي ومن خلال قاعدة البيانات اللي أنت بتتعامل من خلالها قدرت لحد كبير جدا توصل لنقطة متقدمة في تحديد شخصية العقوبة وشفنا السنة دي دارة المسابقات بتحرم أعداد كبيرة من الجماهير لشخصهم جماهير أهل جماهير زمال الجماهير اتحاد إسماعيل مصري كل الأندية دي الشعبية اتحرمت أعداد كبيرة منها بالألاف من الحضور الجماهيري ده بسبب إيه؟ بسبب السيستم اللي أنت وصلت له من قاعدة البيانات وتحديد الحجزين للتذاك إذن الحمد لله ما عادش عندنا مشكلة في عملية الزبط والربط في الملاعب لكن اللعب قدام مدرجات قليلة في ظل كمان أندية ما هيش أندية شعبية أصلا ده بيأتي الفرص الأندية الشعبية أستاذ أفراهيم لما تفتكر الأول المسلماني ما كان جاه له نقطة شهيرة كان بيقابليها يعني أحد أهم أسباب أنه يجي الدوري المصري أنه كان بيشوف تأثير الجماهيري دي كان مندهش ويعد يصوره ولما كنا نسافر برا ما فيش مدرب أجنبي لم يزهل من التواجد الجماهيري خارج حدود الوطن عندنا هو اللي قال في كل مكان إزاي كده هذه هي القيم الحقيقية للكرة يا أستاذ أفراهيم وأنا مش عايز أسبق حاجة تمجهزها حقول في حينه كيف نقيم الدوريات لكن أتمنى الحضور الجماهيري سيبقى معيار من المعايير الإيجابية جدا 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 في حالة إطلاقه إلى الحد الطبيعي إذن هي المسألة القيم التسوقية وكمان الناحية الفنية نقطة الدعائية الأكتر كان لفت نظرنا لها مستر بارسو الكولر الحقيقة الراجل أكتر من مرة في المؤتمرات الصحفية يتكى على النقطة دي مصر دولة مستقرة جدا مصر دولة أنا عايش فيها وحاسس فيها بالأمان والسعادة تستحق أن تطلع صورتها الحلوة برا وأنه شايف أن العزوف في الحضور الجماهيري والمدرجات الفاضية قد إيه بيحمل صورة سلبية مصر ما تستحقهاش والرجل التمنى ده أكتر من مرة أنه نفسه فعلا أجواء الاستقرار والأمن والأمان اللي موجودة تترجم فعليا إلى صورة حلوة الحضور الجماهيري في المباريات يا جماعة مع صناعة الكرة ده مش طرف ده مش طرف ولا عنصر مضاف عنصر أساسي فعال لأنه بيتحول إلى أرقام فلوس بيتحول إلى قوة دفع فنية ومعنوية مهمة جدا بيتحول إلى صورة عامة بترسم ملامح الاستقرار في البلد إن الأهلي بيأكد على أنه رجال الأمن اللي بزروا مجهودات تشكر جدا خلال السنتين ثلاثة اللي فاتوا علشان نوصل لهذه النقطة أما وإن احنا وصلنا واتجربت مباريات كبيرة الأهلي بيطالب الاتحاد إنه يسعى لدى الجهات المختصة بزل الجهود المستحقة لعودة السعى الكاملة للمدرجات مع بداية الموسم وفي حال تلبية هذا المطلب الجماعي لكل الأندية أنا متأكد أستاذ إبراهيم أن كل الأندية وكل المسؤولين من قيادات الأندية وكل الجماهير حتتعاون لإنجاح هذه المبادرة وهذا المشهد الجميل بما فيها الجماهير إزاي؟ بأن إحنا أولا عادينا نرجع نشوف العائلات عادينا نرجع نشوف العائلات الأب والزوجة والأولاد وهم في الملاعب ظهور العائلات في المدرجات هيقلل من السلوك العنيف والخروج عن الناس وحيبقى الأغلبية ترفض هذا الخروج هيخلي اللاعب يخلي عنده كثير من الحسابات وهو يخرج عن الناس ده قاعد قدام العائلات وحيتقيم من هؤلاء العائلات نشوف كثير منهم بياخد أسرته في المطشات الكبيرة في المدرج الحضور الجماهيري سيحدث نوع من البهجة والشغب لدى الأسرة المصرية أكرة القدم هو أرقى أنواع لأن الرياضة هي نوع راقي من تغذية الروح نوع راقي من الاهتمام بدور القوى النعمة فيه التأثير على المزاج العام للمواطن فما بقى لك بقى كريمة الكريمة إنك أنت زكاة الرياضة هي اللي بتعمل كده فالكورة في الرياضة اللي تدي لك بقى أعلى حاجة من معدلات الاستمتاع حتى بما فيها إنك إنت أحيانا تكسب وأحيانا تخسر بشرط إن إحنا كلنا بقى والنبي ينسوا التحفيل قاتل الله والتحفيل وإن إحنا المكيدة عيب 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 ليس سلوك الرياضية ليس من أجل هذا تلعب الرياضة ولو نقينا نفسنا من المكيدة هنستمتع بالكورة هنستمتع بالرياضة استمتع مرعب حتى لو أنت بتاخد مني لعيب وأنا باخد منك لعيب دي مش المشكلة لطبيعة الأمور طبيعة الاحتراف لكن ما هياش بناخدهم للمكيدة كل واحد ياخد ما يحتاجه من عناصر المكيدة هي نوع من إحساس آسف يعني أنا بابقى متغاز وعايز أغيزك وإلا ليه بغيزك مش عشان أنا متغاز لأنك متغازني دي لما طب لو أنا مغزطكش هتغزني مرة والتانية وعدين هتتكسف أو هتلاقي لا جدوى وانت لم يجو واحد يستفزك في أستاذ برام وانت عارف إنه بيستفزك عيب إنه يستفزك صح مش هستحمل وانت عارف لو جاي يستفزك ثم تستفز وتغلط وتديلي اللي هو عايزه ده كان مطلب مهم جدا يا جماعة ونتمنى فعلا إن الكل يسعى لتحقيقه بالذات لمصلحة الكورة ومصلحة الأندية الشعبية ومصلحة المنتخبات ومصلحة مصر ودي فوق كل الاعتبار نطلع لفاصل وبعد الفاصل كلام مهم أهلا بحضراتكم من جديد خلينا نبارك للزميل الصحف العزيز الأساس أسامة الشيخ تعيينه رئيسا لقطاع قنوات الرياضة بالشركة المتحدة وهو بالتأكيد اختيار صادف أهله وواحد من أبناء الميديا المتميزين لا تكروبها عميقة جدا بالا سنين ورح أنشأة وساهمة ودعمة الإعلام في الخليج لتجاربه كبيرة وراجل محل صيخة الحقيقة كل التوفيل أسامة الشيخ الحقيقة لأنه ده ملفه مهم جدا حتكتشفوا أهميته لما تشوفوا ما لدينا كثيرا في الغربال في الحياة في الغربال كلام الفراج ليس وليده الصدفة الكلام اللي قاله الزميل وليد الفراج عبر القنوات السعودية ويتحدث عن كلاسيكو الهلال والنصر في نهاية البطولة العربية ويمس الأهل والزمالك والكرة المصرية نسمع الأول وليد الفراج ونشوف في محمد يقول إيه اللي أنت بتقوله ده يا عم وليد نصر وهلال إيه ده اللي دير بيش القوسط يبقى الأهل والزمالك دير بالعالم لا والله يا محمد معلش بعد ذنك يعني معلش يعني شوف العناصر اللي في الهلال والنصر أنا أحب الأهلي ونتعرف أن أحترم الكرة المصرية بس أرجوك لا يعني ده دير بي على مستوى جمهورية مصر العربية فقط لا دير إيه اللي دير بي بار في مجمور واللعبة شايف الأسماء لي يا أستاذ محمد أنا عارف أنك تعشق بلدك وأنا أحب مصر وأحب الدوري لمصر بس أرجوك خليك على جنب ما إيه اللي الدوري اللي ما حد تشوفه الله البلد تتكلم عن دوري على مستوى ينقل في أربعين قناة في العالم يا أستاذ محمد حاول تتكيف مع المرحلة الجاية لم تعود الأمور نتحدث عن الدير بي القوي لم يعود الأمر يتحدث عن دير بي الرياض لم نتحدث أن الدوري السعودي هو الأقوى أو الأندية السعودية هي الأقوى في المنطقة العربية لا تبت رسميا أن الهلال والنصر أو النصر والهلال أصبحوا واقعا هم الدير بالأكبر مش في العالم العربي بس بل في الشرق الأوسط شوف من حق كل شخص يا أستاذ محمد أن يزهو قلتلك بما يملك طبيعي الراجل عايش تجربة مفاجأة مين كان يتوقع في خلال سنتين يبتدي بصفقة كريسيان ودي يبتدي يحصل انقلاب في نوعية الصفقات والاستخطاب النجوم آه حصلت قبل كده في الصين وحصلت في أمريكا بس كانوا بيستقطبوا اللعيبة وهي بتبطل هو هنا بيستقطب لعيبة كبيرة السن لكنها أيضا بعضها مازال قضبه في الملعب وعمل أسماء فهو يرى أن جلب هؤلاء النجوم حيخلي أنظار العالم تتجه معهم إلى الدوري اللي رحوله وهذا حقه وكان يعلق على يعني الرسالة الرسالة جات له من شاب مصري معتد أيضا مبطلته بمصريته وبما يملك وهذا حقه الغلطة هنا مش غلطة أنا ما بحبش المقارنة يعني أنت دوري ماشي قوي وتدعم وعايس نقله نقلة تانية وهذا ما حدش كابر فيه لأنك بتصرف وبتعمله وبتسعى وماشي في السكة دي لكن أيضا بقى وهنا مش برد على حد أنا بس بحل المشهد الكوروي المصري عشان الناس تفهم هو إيه إيه مكامل القوة في الكورة المصرية ليست تنظيم الجيد فقط يعني ونحن ننتقد التنظيم الكوروي عندنا باستمرار وهو انتقاد للسعي إلى الأفضل يا أستاذ إبراهيم واللي ما يعملش كده مش هيتطور عندنا حاجات عادينا غيرها لكن من أين أتى الزخم بتاع الدير بالمصري آل وزمالك مصر اللي كل شوية ممكن يزحمه يخش لك نادي تاني لفترة لكن يبقى الآل والزمالك على مدى قرابة مئة سنة هو محل اهتمام العالم العربي والإفريقي والأسياوي كويس ليه لأن إن إذا كانت الحسابات إن الديربيات في قوتها يعني بحساب النجوم تمه الديربي بتاع الآل وزمالك مصنف قبل ما النجوم دي وهي موجودة في أوروبا قبل ما تنتقل إلى الخليج أو تحديدا إلى الدور السعودي كان ديربي الآل وزمالك حتى في السعودية هو رقم واحد مصر مئة وعشر مليون فمش معقولة مئة وعشر مليون داخل وخارج مصر لا من أبناء مصر وحدها ولكن ممكن تضيف إليهم تلاتين مليون آخرين على الأقل من المحيط العربي والإفريقي مهتمين ما يعني هقول لك حاجة تاني هل الدور الإنجليزي ده كان محل اهتمام المنطقة العربية ومحل اهتمام المصريين كما يحدث الآن لا مع صلاح الدنيا اختلف أيوة ايه المتغير نجم مصري صنع الفارق شد كل الانتباه أصبح الدور الإنجليزي في نظر الكاثيرين أهم دوري في العالم لأن فيه استقطب يجي 200 مليون متحمس ومشاهد إلى هم نفسهم في إنجلترا مستغربين هيخش صلاح فايس يفتق بكسابه نتيجة قوة المتابع للمحتوى المصري من مصريين ومحبين للكرة المصرية لمحمد صلاح إذن أنا ممكن أجيب نجوم وأعمل طفرة وهذا حقي ومؤكد إن وجود النجوم دول حيجيبوا مشاهدات مؤكد من مناطق ما كانتش بتتفرج عليهم قبل كده لكن وأنت تفخر بما تملك ما تقللش من حاجة تانية لأن أنا هفخر بما أملك لأسباب مش هتروح محدش هيقدر يتجاهل مئة وعشرين مليون مصري يتعلقونه بكرة القدم بهذا الشغف وينقلون هذه الحماسة ولهم أصدقاء على مستوى العالم وإنت شفت النادي الآلي بيجينوا مشجعينه وبيسموه بلاجرز من أنحاء العالم عشان يتبعوه أفريقيا وآسيا والدول العربية لموجود دمن أهم عشر دربيات على مستوى العالم ده كلام مهم جدا جدا وكلام الأستاذ وليد الفراج بيقولك سبت رسميا أن الهلال لا هو سبت رسميا أن الهلال دي تعودناها في استطلاع هلال الشهر لكن سبت رسميا أن الهلال والنصر أقوى الدوريات الشرق الأوسط ده أول مرة خد بالك يعني في النظام السعودي الجديد ونظام الدور السعودي الجديد بالنجوم الكبار العالميين هذا هي المباراة الأولى في بطولة عربية كمان مش في الدور السعودي أقوى الاتحاد هو بطل الدوري لكنه أنت مش هتقدر تصنف من الكلاسيكو الأساسي الاتحاد ولا الأهلي ولا الشباب ولا الهلال ولا النصر وليكن يعني هي الدائرة متسعة وده شيء إيجابي لكن زي ما المواندس عدلي قال المقارنة نفسها ظلمة أنا مش ظلمة بقى ولا عادلة أساسي فريم معلش تتعملني شك ملاش لازمة طيب حتى بهذا الشكل وبهذا الطرح هي ظلمة جدا أنت بتقارن ديربي أنت تعتقد أنه الأعلى والأكثر توهجا على أساس أنه منقول لكل قنوات العالم ومنقول لا أسباب كتيرة جدا لها أهدافها الأخرى لكن ما هيش على الأرضية الشعبية والجماهيرية اللي اكتسبتها مسابقة تاريخية وديربي تاريخي أديم للأهل والزمالك فات تقريبا أكتر من مئة سنة على أول مباراة للأهل والزمالك فديربي ضرب بجزوره في أعماق الكرة المصرية والعربية والأفريقية النادي الأهلي بقيمته وبمكانته تقريبا التجربة الوحيدة في العالم العربي اللي اقتدى بيها وتيمن بيها عدد كبير من الأندلة العربية في كل الدول الشقيقة حتى في السعودية الراحل الكبير سمو الأميرة عبدالله الفصل أول من نادي الأهلي نشأ وترتبط به وتعلق به أسس أهل جدة تيمنا واقتداءا بالأهل المصري فإذا الكلام على قيمة الأهلي ومكانة الأهلي وتأثير الأهلي مسألة لا يغفلها حد فما بالك وحد زي وليد الفراج كأعلام كبير كأعلام كبير أدي لك دليل آخر أه هو بكل مانا نقدمه من نقد ذاتي إلى الكرة المصرية أين يقع الأهلي في نظر العالم في الكرة العالمية هو ينافس ريال مدريد على أكثر لا لعنده رقمين في السياق اللي الموانس عدل بيقوله رقمين لا يضهيه فيهم أحد الأهلي المنافس المباشر لريال مدريد في الأكثر حصولا على الألقاب الدولية والقرية هو الثاني بعد ريال مدريد ثم الأهلي الأول عالميا في عدد البطولات الكرية المتنوعة المحلية والإقليمية والقرية والدولية الأهلي الأول عالميا في هذا المجال حظا للألقاب في كرة القدم ده برغم كل ما يتم توجيهه من انتقادات لمشاكل الكرة المصرية كان ممكن أنه بعسل من كده كمان آه اللي أنا عايزة أقوله أستاذ إبراهيم أنا ضد المقارنة وأنا بقول كده هل أنا أنتقص من أي ده من ديربي زي الرجاء والوداد مثلا ولا الأفريقي والنجم والتراجي مش من حقي لأن هم هناك يرونه الديربي الأهم طبعا عايشين الحالة دي طيب هل لازم نقارن لا مش لازم نقارن خالص هل و أنا بقول النادي الأهلي عامل وعامل وعامل لازم أشاور على التجربة السعودية بالعكس هي تجربة ملفتة ملفتة لأنها مش متوقعة كمان بالسرعة دي وبالمنظر ده وبالزخم ده وبرافو عليهم أن يقدروا يعملوا كده أن يستقطبوا نجوم العالم يروحوا في الخريج وفي السعودية تعديدا النهاردة الهلال بيصنف أكتر أندية العالم انفقا في المركاتو ده أكتر أندية العالم يعني هو جاب نمار هو آخر خبر لأن هو اكتشف أنا بخسر من نصر وهم عشر لعيبة لا ميسر رفضه قال لك طب هجيب غيره عشر بقى تأمن لعيبة تقال طيب دخل بيوم بقى الأعلى انفقا في المركاتو على مستوى العالم ورغم هذا لما تيجي تحلل التجربة نمار اسمه رونالدو هذا اللعب العبقاري العظيم الذي يضخ دوافع ويضخ قيم فنية وإلى أي مكان يذهب إليه لم يقدم أي شيء بخلاف البطولة العربية يعني الموسم اللي فات تستغرى طوله النصر الكل اللي دفعته خد بي إيه خد بي بقى البطولة العربية استطاع رونالدو أنه يكون عند الموعد فاستطاع أن يقولهم أنا والله ما تندموش أنا موجود اللعب الكبار كده بنزيمة عبر عن نفسه إلى حد ما مع الانتحاد فرمينو في أول ماتش عمل هاتري حننتظر ونشوف نمار سيعمل إيه علينا أن نفخر جميعا بما نملكه ومش عايزين المقارنات اللي بيستمر بتعلي من النعرة أصل أنا فكرة الارتباط الرياضي بالكرامة دي فكرة أنا مداشلة جدا أستاذ برايم جدا 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 إيه علاقة إن أنا أم ملعب ماتش لو كورة جات في العرضة ولا واحد ضيع ضرب الجزاء ولا واحد عمل طرئيسة حلوة ولا التاني عمل مش عارف إيه بال أنا أخد في كرامتي ليه أخد كرامتي حاجة واحدة التقصير 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 لما يكون هناك تقصير ما يصحش فإحنا علينا أن ننظر إذ أي جوانب فيها تقصير أو سلبي عندنا هون علاجة ولا ندخل فيه مقارنة معه فليستمتع الأساس واليد ويرى ديربي النصر والأعظم في العالم هذا حقه وليسمح لنا أن نرى أن ديربي الأهل والزمال هو الأهل وليسمح لنا وله أن نستند إلى مصدر محايد وهذه المرة مصدر إعلامي أو صحفي كبير جديد تصنع البريطانية العريقة اللي كانت طلعت قيمة بأكثر الدربيات العشرين تأثيرا على مستوى العالم على فكرة ما فهمش دربي أسيوي واحد مش بس لسعودي ولا إماراتي أسيوي عمتا ما فيش أي دربي أسيوي داخل قيمة العشرين قيمة العشرين تصدرها دربي بوكا جونيورز وريفر بليتي الأرجنتيني وكان بعديهم الدربي الأشهر عالميا كلاسيكو الأرض ريال مدريد وبرشلونة سيلتيك ورينجورز الاسكوتلاندي كان في التالت الرابع ناسيونال وبنيارو في الإيروغوي لازيو وروما في إيطاليا السادس فانار بخشا وجلطة سراي في تركيا السابع ليفربول ومانشستر يونايتد في إنجلترا جريمو وانترنسونال البرازيلي في المركز التامن دربي بروسي دورتموند وشالكا في ألمانيا التاسع والعاشر الأهلي والزمالك في مصر الأهلي والزمالك في مصر في التوب تين في العشر الكبار قبل مارسيليا وباريس سان جرمان بعديهم مارسيليا وباريس سان جرمان في فرنسا تدخل بعد كده جواد الأخارة ونادي أمريكا في المكسيك في المركز الاثناشر التلاتاشر ميلا وانتر ميلا في إيطاليا الاربعتاشر بورتس موسو ساو سامبتون في إنجلترا الدرب الاربعتاشر انديبندنت ونادي الراسينج في الأرجنتين الدرب الخمستاشر آيكس وفاينورد في هولندا الدرب الستاشر ثم الدرب السبعتاشر في لز مستار وزيرينيسكي مستار في البوسنة والهارسك الثمنتاشر في لامينجو وفي لومينسي في البرازيل التسعتاشر أولمبياكوس وباناسيناكوس اليوناني الدرب العشرين الأرسنال وتوتونام في المركز العشرين في إنجلترا دول الدربيات العشرين الكبرى والأهل والزمالك في المركز العاشر في المنتصف آه آه ديربي كأيوه الزميل العزيز وتسمح لنا أن نفرح أيضا بديربي يتفق معنا فيه الكثيرون حول العالم ده كلام مهم جدا إحنا محتاجين إحنا عندنا هذه القيمة التاريخية إحنا عندنا الأهلي اللي حاططوا الكرة المصرية في مصف الأندية العالمية الكبيرة في التصنيفات العالمية المتقدمة ده اللي لازم مش بس نفخر به نسعى للحفاظ عليه ودعمه عندنا كلاسيكو الأهلي والزمالك في المرتبة العشرة على مستوى العالم مفيش دربي عربي ولا أسيوي ولا أفريقي دخل هذه القيمة العشرين اللي الأهلي والزمالك الدربي بتاعهم بها توسطها ده يفرض علينا بجد قبل ما نزعل من وليد الفراج لازم أن نصرح نفسينا احنا كرة المصرية تستحق التنظيم أحسن من كده بكتير قوي إحنا دلوقتي داخلين في مشكلة الرابط بكرة فيه مفروض تشكيل هيئة المكتب للربط الأندية قدمت ترشيحاتها في خلاف كبير مشكلة المكتب مشكلة المكتب عليها فلا أساسي هتتعدى بالنظام واللوايح إذن أنت محتاج تنظيم جيد تنظيم مسبق محتاج عودة للجماهير زي من نادي الأهلي طلب ومحتاج ضبط الأداء الإعلامي وتطويره بأي شكل كان لأنه خلينا نبقى أكثر صراحة الصورة اللي بتطلع عن التصوير في المباريات المصرية لا مش دي الصورة المناسبة لمصر الرائدة إعلاميا إذا كنا قلنا أن التلفزيون المصري ده كان اسمه التلفزيون العربي لأنه كان تلفزيون كل العرب كانت التجربة الوليدة في العالم العربي مصر اللي عملت صوت العرب اللي جمع حواليه كل أبناء العروبة مصر اللي قادت كل هذه الجماهير العربية في كل مكان الكرة المصرية هي اللي أثرت في الوجدان العربي كله انت النهاردة بتستقبل مكالمات وتفاعلات من أشقاء عرب في كل العواصم العربية متابعتهم للأهل أكثر يقزة يمكن من الأهلوية اللي في الداخل دي المكانة الكرة المصرية مش بس النادي الأهلي إزاي نقدر نحافظ على ده إزاي نقدر وإحنا زعلانين من وليد الفراج نصرح نفسينا ونعالج أخطاءنا إزاي نقدر ننتبه إلى أعز ما نملك وأهم ما نملك إحنا عندنا حاجتين مش عند حد خالص لحد عنده هذا العمق التاريخي للتجربة الكروية المصرية محدش عنده هذا التراكم في تجربة كروية مهمة جدا بكل النجوم والمؤثرات بتاعته اللي خلت الأهل وإزاي مالك يكونوا في المكان ده ووحد زي محمد صراح يكون بينافس على أحسن لعب في العالم ده نتاج التجربة المصرية نتاج هذا هذه الأرض لا استوردة مصر لعبة من الخارج ولا دفعت أساسا إلا أنك تجيب خبرات أجنبية لمدربين يعملونك تطوير في الأداء كانت النتيجة أن أنت عندك عمق تاريخي وعندك شغف جماهيري كبير جدا هو ده هو الشغف الجماهيري يا أستاذ إبراهيم صانع الأحداث طبعا أنا حقول لك حاجة إحنا بقنا مدى بننتقد أن أمور الآله والزمالك تناقش بهذه المتابعة الدقيقة اللي أحيانا كثيرا ما تكون مغلوطة في الشاشات الخليجية صح من المرة اهتمته أو يعني ده دليل إيه دليل إيه المتابعة دليل إحساسهم إن ده عمل إعلامي من طراز أول إنه تعمل كده الناس تشوفك يزب نجمهوره مثل هذه العلاقة بين الإعلام وما يدور في مصر حتى وأنت تبرز أحيانا بعض الأخبار ما بتكونش دقيقة هي نتاج أهمية الدوري المصري وحجم الكرة المصرية في المتابعة على مستوى الخليج العربي والإفريقي والأسياوي ما إحنا إحنا يعني مش عايزين ندي الموضوع أبعاد أكثر لا هو الموضوع ينبهنا إلى أن إحنا فعلا محتاجين نتطور إحنا محتاجين نتخلص من سلبيات كتيرة إحنا محتاجين ندرك إن صناعة الكرة المصرية دي ينفع تبقى أحسن من كده بكتير ينفع تبقى مورد اقتصادي كبير جدا ينفع تبقى مدرة لعناصر ومواهب في الخارج كتيرة ينفع تفتح لها أبواب تطلع عناصر كتيرة موهوبة تحترف في كل ملاعب العالم ينفع أن أنت تقدر تصور تصوير تلفزيوني أحسن من كده بكتير للمسابقة المصرية والمباريات المصرية ينفع أن أنت تكون عندك مسابقة منضبطة جدا وجدولها منضبطة والعناصر القائمة عليها فعلا شايفة أن المنظومة بالكامل تحتاج لكل هذا التنظيم في الآخر يا سيد إبراهيم هو إحنا ليه ما ناخدش من هذه التعليقات وهذا الكلام ده وافع للتحدي إن إحنا نصلح نوصل بقى بشكل يعني لازم نتنبأ ما يحدث في الكرة السعودية لا مؤشر لازم يخليك أنت تتنبه اللي جاي لازم أنت كمان بسرعة تتطور خاصة عندك أدوات مختلفة عندك أدوات مختلفة بأهداف مختلفة بمسارات مختلفة محدش يترقها غيرك هذا المسار للكرة المصرية ده صناعة مصرية بحتة نتمنى إن شاء الله تعالى ولعل كلام وليد الفراج كان كويس قوي إنه ينبهنا إحنا فعلا محتاجين نتطور هنطلع للفاصل وبعد الفاصل نشوف مين بقى يتمسك من عظمة لسانه أهلا بحضراتكم الجديد كنا بنتكلم قبل الفاصل على ضرورة التنظيم للكرة المصرية من خلال الربطة اللي بكرة انتخاب المكتب التنفيذي للربطة الأندية المحترفة النهاردة أو منذ لحظات تم الاستقرار على هيئة المكتب النقب أحمد ديابو الكابتن عماد متعب وخالد شكري وشريف صالح وأحمد محمد هاشم انسحب كلهم من أمير مرتضى منصور مرشح نادي الزمالك وحسين أبو السعود الاثنين انسحبوا أصبح هيئة المكتب فيها النقب أحمد ديابو الكابتن عماد متعب وخالد شكري وشريف صالح وأحمد محمد هاشم الخمسة دول هيضاف إليهم اتنين من اتحاد الكرة اتنين ممثلين من اتحاد الكرة كانوا في التشكيل اللي فات اللي هو صفي الدين باسيوني والعميد سروا تسويلا حتى اليوم اتحاد الكرة ما كانش يحدد لاتنين المرشحين او اللي بيمثلوه في مجلس الربط بكرة هيمثل مجلس ادارة او اتحاد المصري يحدد ممثلينه لاتنين ينضموا للخمسة يحصل اجتماع وتصويت على مين يرأس الربطة في الغالب بحكم المنطق والواقع النائب احمد دياب حيستمر رئيسا للربطة خاصة انه من ضمن الاندية المرشحة يعني 18 نادي 12 نادي رشحوا احمد دياب وفيه 6 اندية اخرى دول مرشحين وما بين الاهل والزبالك والمقاولين وطلاع الجيش وزد دول اللي رشحوا ممثلين لهم دعنا ننتظر اوام انا ببقاش يعنيني اوي التشكيل مكون من مين بقى يعنيني اوي كيف يفكر اي ناس جايات تتحمل المسئولية ونوين علي ايه ده اللي همني لان كل الناس اللي هتتكلم عليه هتلاقيه ناس كويس كل واحد لو واحده كده هتلاقيه يعني ولو كلمته في الكورة يعني انا مثلا الاستاذ احمد دياب انا كنت معرفوش ساعت ان انا اتعرف عليه واتكلمت معاه في الكورة وروحت له رحت له لحد ما قال الربط قلت له انا عايز اعرف انت ايه والله اتقول له عايز اعرف بتفكر ازاي وحضرتك يعني كيف اترك كورة مصرية اعتبرني صحفي مش مش هنشر حاجة يعني بس الفضول يتملكني ان انا عارف حضرتك بتفكر ازاي عنده رؤية وعنده يعني موزود يعني تقدر تتناقش معاه في قضايا يعني اه وعنده شجاعة يقدر يفرض اه اه يعني او قناعاته ان يقنعك بيها مش يفرضها رغم ان في حد يعني لان محدش هيسمح اي انسان سام مش هيسمح ان يفرض عليه حاجة مش عايزة اه انما تقدر تناقشني وتقنعني فا اه اتمنى ان الربطة تعمل من اجل ازالة بعض السلبيات التي ظهرت في السنوات الماضية ومن ضمنها كيف ستتعامل الربطة مع الموسم المرعب القادم دا كلام مهم جدا لكن الان يعلن النادي الاهلي رسميا بيع نجمه ومهاجمه محمد شريف الى فريق الخليج السعودي ارتحت اخويا ارتحت بقى تعودش اديني بسألك الاهلي اعلى الرسميا تم الاهلي اعلى الرسميا خلاص هو هو وشريف طبعا كان كولر عايزه ويستمر وهو ايلك بعد مراجعة مستر مارسل كولر يعني موافقة كولر جت وكان فيه مؤشرات في ضم صلاح محسن انه ممكن يلعب الدور اللي هيعمله شريف بالاضافة الى ان مازال فكرة الدعم بالمهاجم مازالت قائمة وبقوة لكن اللي انا عايزه يعني بدون الدخول لا يعني العيب هايل يعني انا في رأيي انا يعجبني جدا اه بيكسل ساعات لكن هو يعني امكاناته قدرته كويسة عنده سرعات وعنده قرارات وما بيلعبه من اول لمسه بيبقى خطير جدا لكن اللي انا عايز اقوله اه هو كان حريس جدا يخد التجربة وياخد فرصة انه يعمل حاجة فيها دخلة اكبر له تجربة جديدة دوري هو شاف انه دوري اصبح قوي جدا وفي نفس الوقت ما كانش عايز يعني يزعل النادي الاهل تتعمل ازاي دي تتعمل انه صياغة هذا الاتفاق كان صياغة ثلاثية وافقة عليها محمد شريف صياغة ثلاثية وافقة عليها محمد شريف يعني تأمن العودة بدون دخول في التفاصيل مع الاستفادة من دروس الماضي المهم مصلحة الاهل وحقه المهم انه هو ده يعني كان موكله لا لا ملكش دعو بيه بقى خلاص ما عملش كده تم توقيع عقده ثلاثي يحفظ حق الاهل يدي للاهل حقوق حقوق مش يحفظ حقوق حقوقه القادمة يعني في حال عودته مثلا يعني اذا اراد الاهل هيخش بشكل قانوني قوي ازاي في الموضوع دي النقطة اللي كانت معطلة الدنيا شوية مين قالك انها متعطلة وانتو بتجيبهم كلام عشان يبني مشكلة وتحلت ما فيش كلام ماندي يا جماعة مش لازم كل حاجة وراها مشكلة انما هي حوارات لصالح الفريق وصالح اللعب احنا نقدر نعمل كده انا ما نقدرش لو كان لأ ما نقدرش ما كانش هيطلع ما هو لسه 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 انا عندك لكن الحزمة ما بتبقاش كده الحزمة زي ما انت حريص عليه هو كمان يرى الامر انه حريص عليك حتى يعني خلينا مش عايز اعود انا اتكلم على المستقبل كتير لان والله الدنيا علمتني المستقبل ده حط تحته تلاتين خط لكن الشواهر بتقول انه كان حريص نوافع على الاهل عيسو على الاهل عيسو وده كان له علاقة بعودة صلاح محسن ما انت عندك انت الوقت ايه عندك تشكيلة معينة وحتجيب لعيب اجنب بس في التشكيلة معينة دي خرج عنصر انت حطيت عنصر مسموح لقاف عنده جبلة وحتجيب لعيب اجنبي ما احنا بناس عند جيب لعيب اجنبي ده مش سر يعني احنا بنشتغل كلنا على هذا والقرار برضو عند مستر كولر حتقول لي ليه مستر كولر ما انت كل مدرب بييجي بيختار لعيب وهو حر وبعدين يمشي الناس بتقول كده ويمشي يسيبول لا هي دي حصلت فعلا اه ما حصلت في تلات وقائع يعني طيب هو مستر كولر ده بيلعب بالطور الفنين اللي احنا متصورينه ولا راجل عده دماغه دماغه يبقى تعزل موصفات دي كل لعيب جيد يبقى انت عملت صفقة الناحية المزاجية وتأثيره على المحيط بتاع اللعيبة واندماجه مع الانضباط والحالة الفنية للفريق هو ما كانش بيوفر ده او كان في دماغه حاجة لكن هو كنوعية لاعب انت اخترت نوعية لاعب كويسة بدليل اهو الراجل ماشي زال فل عشان كده مش بالضرورة ان كل واحد يجي هينسجل ده اللي انا عايز اقول انت بتختار بقى ازاي ولذلك قولك الفرود اللي جي من انصاف الفرود هو مين في على المستوى العالم رونالدو ضيع وجاب وجاب حاجات ما حاجة غير وجاب وضيع حاجات وضيع حاجات بتضيع من من محمد شريف ومن ومن كهربا ومن زيزو ومن الجزيرة مفيش لاعب ما بيضيعش المهم انك طول ما موجود انت حاسس انه ممكن يقدر يكسبك في اي لحظة هو ده اللعيب المهم انه هو موجود وده كان اظهره على فكرة اي وبرضو الناس ما كانتش بتحاسوا على اللي بيضيع ما تشوف تأثيره كان عامل ازاي في الفرقة وضربات الجزاء اللي بيجيبها والالاسستات والخطورة الضهمة مع كل هجمة على الفريق اللي قدامك كان بيديك امل وهو موجود هو ده اللعيب اللي انت عايزه انك انت عايز لعيب مفيش حد ما بيضيعش حكاية المهاجم دي مطولة شوية ده السؤال بتسألنا ماينفعتش تسألوه ده انقل خلينا نلحن خلص الحلقة ده الاخر حاجة باسموها بيها يعني اه ده الاخر خلاص خدت وقتك اديكم شايفين انا بحاول اطلع لكم واخر حاجة عند المهندس عدد لكن واضح انه اولا الناس شغالة بدأب شديد جدا بس القرار باستمرار مش عند الواحد لوحده فيه اطراف اخرى في التفاوض المسائل مرتبطة بيها بالتأكيد الكلام رايح جاي وبالتأكيد انا لا تحدث بالنيابة عن احد ما عادش يقولك عدل قائد انا بوضح حاجة بس لا قلت وضحت وان اللي قلت لا وضحت وضحت فكر معي دا كلام مهم جدا كل التوفيل محمد شريف في تجربة الجديدة والاهم ما قاله المهندس عدلي انه في النهاية رغبته انه يعود للاهل او ان الاهل يمتلك حق العودة دي مسألة مهمة جدا لانك انت مبدئيا شريف لما الاهل جابه من ودي دجلة نمى وتطور وبزغ نجمه من خلال النادي الاهل استفاد بالتأكيد من ارتباطه مع النادي الاهل وافاد النادي الاهل بالتأكيد زي كل اللاعبة اللي موجودة يقول ان النادي الاهل يأمن حق العودة دا مش ما هواش تحسبا انه ينتقل لأي مكان اخر ولكن دا حفاظا على حقوق الاهل الفنية التي قد تلزمه انه محتاج اضافة اللاعب ولازم نشكره على ما اداه وقدمه الاهل الفطر الماضي دا كلام مهم جدا وحنشوف فيه سياق اللي جاي كتير من هذه المعاني اللي ناس ارتبطت مع الاهل بجد واخلاص والاهل شكرها بكل تأدير وامتنان عشان كده كلام كثير بي بعض متلساني اسمعوها من بابا بابا فاسيليو راجل محترم جدا استضافوا الكابتن احمد شبير الحياة قال كلام كتير مهم لكن ما يخص النادي الاهلي وهنا انا هقف عندي ناس كتيرة تسأل يقولك لا بيرامدز افضل من الاهلي بيرامدز عنده احسن كواليتي بيرامدز عنده احسن قماشة لعيبة بيرامدز الافضل في الدوري الاهلي كان قالك الاهلي كان محظوظ الاهلي عامل سحر الاهلي مش عارف راح فين الاهلي جباحها ودى باحها كل الكلام ده طلعوا في الاهلي لكن الحقيقة لما تلاهو مدرب اجنابي متجرد من الاهواء وعنده قدر من الانصاف والموضوعية يبقى كلامه عن الاهلي مهم نسمعه ويعلق عليه المهندس عدلي عندها في مصر ممكن تلعب في اوروبا او عندها نفس النظام الاوروبي وارجوك تكون محدد انا على يقين بان النادي الاهلي وما اراه من اداء هذا العام يستطيع ان يكون متنافسا في اي بطولة ودوري في العالم هذا يقين مني الميزة الكبيرة التي يتميز بها النادي الاهلي في العام الماضي هو التنظيم الدفاعي كان ايضا هو فريق كل لاعب يعمل بجد على ارض الملعب وباخلاص وبصورة جماعية هذه الروح تعطي الانطباع الفوري بان في الدوريات المنظمة في اوروبا هو فريق الاهلي يستطيع ان ينافس وانا على يقين مئة في المئة مما اقوله حاستك معجب بكلره هل بترجع النجاحات اللي موجودة فنيا للمدرب بالطبع المدير الفني يمثل جزء كبير من النجاح للفريق مئة في المئة ولكن الامور ليست فقط هي المدير الفني ولكن القيم التنظيمية التي يتحلى بها الفريق وهذا ما يعطي للمدير الفني ميزة كبيرة لينفذ افكاري وتكتيكاتي بخلال نادي كيف عمله كولر في النادي الاهلي من وجهة مظهر؟ انا لست داخل جدران النادي الاهلي لا اعرف بالضبط ما فعلوا لتحقيق هذا ولا اعرف المدير الفني على المستوى الشخصي ولكن في كل مرة نلعب امام فريق نقوم بتحليل اداء الفريق قمنا بتحليل اداء النادي الاهلي رأينا عاق تنظيم الفريق كما قلت من الناحية الدفاعية وايضا عندما يأخذون الكرة تستطيع ان ترى خلق الفرص وكل ذلك يحدث من خلال التدريبات لا تستطيع ان تخفي ذلك عندما تحلل الخصم تعلم بالضبط ما يفعلونه وبين تم شاهدنا من البداية بان هذا فريق سيحقق نجاحا كبيرا هذا الموضوع يعني كلام مهم جدا 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 من بابا لانه ما هو راجل بتفرج وبلوش مصلحة بحاجة راجل بيقيم الامور بقولك انا كل مرة بلعب بحل الاداء الفريق اللي قدامي فهو انا بحل الاداء النادي الاهلي استطيع ان المس يعني كيف يعمل هذا الفريق داخل ملعب ولما جاي اسأله ماذا قدم أكولر وماذا قاله قاله انا مش عايش وسطيهم اذا هو راجل يحلل نتاج هذا العمل يعني يعني ما ادعاش بقى ان هو بيحب فيلر لا قالك مؤكد انك انت اه المدير الفني جزء من نجاح الفريق بس مش كفاية شوف الكلمة القيم التنظيمية لهذا الفريق يا جماعة لما بيقول القيم والتقاليد هاي بين الاجنابي واضح عنده الفريق ده له ثقافة موروثة متجذرة هو يعمل بقيم فنية بيحرص عليها بيستغرب قوي من هذا الشغف وهذا العطاء وهذا الجهد المبزول من كل اللاعبين لتنفيذ الجانب الخططي والجماعي للفريق كل دي قيم انا انا مبسوط جدا بالحديث ده ومبسوط جدا من اللي قاله بابا فاسيليو لانه الحقيقة انت بتتكلم على فكرة تاني ما هو زي ما قلنا له استاذ وليد من حق القائمين على بيرامد او من يرونه انه يملك اعلى سكواد ماشي لكن احنا نعمل بصوا استاذ براين في فطرة الفطرة الحلوة بتاعة يعني الالفية كان يجي كل ما تخلص موسم الاعضاء الشلة اللي عند الشجرة دي يقابلوني هابت العاد ليه مش عارف مين راح فين ومين جي منين ومين سابك وانت جبت مين وعملت مين هتقول له يا جماعة انا ما يهمنيش اكتر من اني انظر الى التكوين بتاع فريقي هل التكوين بتاع فريقي ده يستطيع ان يلاعب منتخب مصر ولا لا انا بصراحة هو ده معياري عشان ما خافشي ان انا اكون فريقي ان انا لو بفرقتي الكاملة بالاجالة بتوحى هل استطيع ان اقدم ان اقدم شيء من المنافسة القوية بشكل يرجح كفتي الى حد ما مع متخب مصر ولا لا لما تيجي انت تشوف ان دعا نصرك في المتخب الولوم بالفريق الاول هي الاكثر مع اما تضم لها اللعيبة الاجانب الدولي اللي عندك الاجابة ايه على السؤال ده انه ممكن يبقى انا فليعمل المنافس لانه اذا ما عملش يبقى الدنيا ماتت لكن لما انا احقق النجاح ما يجيش يقول لك وفيش اللي قاله كله بيخدم على اللقات يا اخي ده انت بقى لك سنتين معيرني ان اخدت دوري وكان وفيه موسمين بتقول انت اطلعت التالت فين 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 الكلام ايه التناقض في الحوار ده لا النادي القالي بس لما يتراجع ما يستناش كثيرا عشان يسترد لان دي قيم تنظيمية موجودة عنده حياء النقطة المهمة جدا يا جماعة في كلام بابا فاسيليو هو مش شايف بس ان الاهلي يستحق يفوز بالدوري ده هو السؤال كان لكابتن شوير مين تراه هل انت شايف ان عندنا فريق في مصر يقدر يلعب في اي مكان في اوروبا قال له اه النادي الاهلي يستطيع ان ينافس في اي بطولة اوروبية وبيقول له انا واسق مئة بالمئة هو بيأكد على كلامه وقول له انا على يقين انه يستطيع كلام ده اللي احنا بنقوله عشان الناس اللي بتتحاول تقلل من قيمة الاهلي او تبخس هذا الفريق ولعبته ومدربه ومسئوليه حقهم في انهما وصلت الى فريق بينافس في بطولات كبيرة فريق بيزعل لما بيخسر من ريال مدريد في بطولة العالم فريق بيلعب اربعة نهائي دورة ابطال افريقيا على التوالي فريق كل شوية هو صديق المنصات المختلفة ده مش منفراغ ان انت مش بس بتتكلم على الجدارة المحلية والاستحقاق بالفوز بالدوري لا دي شهادة من مدرب اجنبي ان الاهل يستطيع ان يتواجد وان يتنافس في اي بطولة عالمية كبيرة برا وقال له انا على ثقة انه يقدر على فكرة ده كلام مش جديد ده كلام قاله باترس كارتيرون الفرنسي اللي درب الاهلي ودرب الزمالك وقال الكلام اللي انتوا هتسمعوه منه عن النادي الاهلي وهو في نادي الزمالك مش وهو في نادي الاهلي من هنا كانت اهمية كلام كارتيرون اسمعوه اعتقد انت دربت برضو فريق شعبي كبير هو النادي الاهلي ووصلت معاه لنهائي افريقيا وكان حضور جماهيري عريض ايضا اعتقد في المباريات الاهلي نعم هو الاهلي منظم بشكل كبير والاهلي مثل بايرن ميونخ في المانيا الاهلي هو بايرن ميونخ في المانيا انه قاله انه ماشينا هناك العمل بشكل منهاجي منظم يعني طب لما المدارب الزمالك بقوله في خناة الزمالك هنرجع نتكلم يقول لي ايه هنرجع نتكلم ايه ده رأيه لانه اشتغل هنا واشتغل هنا وبابا فصيله اشتغل من برة ولو سألت فيرا بعد ما يخرج وتجربته حيقول لك كلام غير اللي بيقوله ايام ما كان ماسك طيب ده كلام مهم يا جماعة ايه الهدف منه ده مش احنا بنجامل للاهلي ولا بندور على نقاط مضيئة تضيف للاهلي وهو يستحق بالتأكيد لكن ده رد ضمني على كل حد بيحاول يقلل من قيمة لعبة النادي الاهلي وقوة فريق النادي الاهلي ومتالة السيستم او النظام بتاع النادي الاهلي اللي بيعمل البطولات مش بس كوالة اللعبة مش جودة اللاعب جودة النظام جودة السيستم جودة الفكرة ان انت عندك حالة انضباطية كاملة بتروس كلها متركبة صح ماشي بهذا النسق وبهذا الانضباط خلال كل السنين اللي فاتت الطويلة عشان كده اعتقد الكلمة اللي المهندس عادلي بيقولها حبوا الاهلي كما وجدتموه لان انتوا فعلا وجدتواه بطل وجدتواه بطل وجدتواه نادي القرن وجدتوه عنده اعلى التصنيفات واعلى التبكيغات من خلال قيم معينة ماسك فيها هو من خلال كل هذه القيم وهذه الافكار وهذه النواحي الانضباطية اللي عايش بيها فنيا واداريا وتنظيميا وجماهيريا فهي دي سر الخلطة وسر الصنعة اللي خلت كارتيرون وهو مدرب في نادي الزمالك وقاعد في قناة الزمالك وقاعد قدام خالد الغندور في برنامج الزمالك بيقوله لا الاهلي ده باير نوميونخ افريقي الاهلي ده حاجة تانية مختلفة واسمعته بابا فاسيليو وهو بيقولك الاهلي يستطيع ان يتواجد وان ينافس في اي دور في العالم فما تبصوش لمسألة مين جاب مين ومين ودى مين الاهلي بيجيب احتياجاته وبيسد التزاماته علشان عنده مهام كبيرة بعض الفاصل كلام تاني مهم بجد ما تخافش على الاهلي طول ما الاهلي عنده هذه القيمة الكبيرة جدا هذا الموروث الحضار الرياضي السابت هذا العمل التنظيمي الدقيق جدا على فكرة نادي الخليج السعودي بيرحب بنجمه الاهلاوي محمد شريف وبيغني له اغنية عبد الحليم حافظ على تويتر يا رمين بسحر عينك لتنين ما تقول لي واخدني ورايح فين اعتقد نوع من السعادة لدى الخليج السعودي وجماهيري ومسؤوليه في التعاقد مع مهاجم الاهلي وهداف النادي الاهلي اللي بيبدأ هذه البداية ما تقول لي واخدني ورايح فيه يعني احنا وسنين منك بقى اعتقد ترحيبة يستحقها شريف ويستحقه كمان الخليج انه هو يصفر بهذا اللاعب اللي بنتمنى له كل التوفيق الى حين العودة ان شاء الله اللي قال لكم عليها المهندسة عدلي طيب بابا فاسيليو لما تكلم مع كابتن شوبير تكلم على قيمة الاهلي ومكانة الاهلي كان بالسؤال الواضح والصريح من الكابتن شوبير لكن كمان تكلم على مشاكل الدور المصري والتحكيم والفار مهم ان اسمع رأيه هناك فارق كبير بين كرة القدم الاوروبية ومقارنة بالدوري المصري وكرة القدم في مصر كما ان عملية التنظيم الدوري العملية التنظيمية صعبة بالنسبة لنا لا احيانا هناك تحدث فارق كبير لنعلم متى المباريات من البداية للنهاية وهذه امور تسبب صعوبة لنا على تنظيم التدريب وليا كمدير فني كنت اعاني كثيرا كمدير فني في العام الاول مع وادي ديجلة كان هناك العديد من الوقت الضائع وتضيع الوقت باستمرار الوقت المستهلك لمراجعة الفار وما زال الى الان ننتظر فترات طويلة من اجل مراجعة الفار احيانا الفرق تسعى لتضيع الوقت وهذا ليس بجيد نحن نلعب على استاد القاهرة هذا رائع بالنسبة لي ولكن بعض الملاعب من الصعب ان تلعب عليها بالطريقة المفضلة هذا الفريق وايضا البنية التحتية تحتاج الى تطوير اللاعب دون جماهير حتى لو انت معدكش جمهور حتى لانه تضيف اجواء رائعة لللاعبين حتى لو كانت تلك الجماهير تشجع الخصم هذه سعادة كبيرة لللاعبين وكرة القدم ان تلعب وسط هذه اصوات الجماهير وسخب الجماهير الراجل ده لخص كل مشاكل الكرة مصرية لخصها بجد بدقة شديدة جدا وبامانة وبدون مزايدة اضاعة الوقت وفترة بما فيها الرجوع للظهر يعني عندما يبقى الحكم هو نفسه في ضيع وقت ان التقافة الكثيرة تؤثر على جودة المباراة والتركيز الحضور الجماهيري وتأثيره حتى لو كان يعني هو بيقولك انا ما عنديش جمهور عايز اشوف جمهور حتى لو كان مشاكل على الخصم هي دي متعة كرة القدم الملاعب تحدث عن الملاعب الجداول تحدث عن الجداول الراجل ده شخص في اربع خمس جمل ما ان تم اصلاحه الكرة مصر دي محدش قدامها افريقيا يعني على الاقل حتبقى لها مكانة رائعة جدا لان انت عندك المواهب طلعة شطاني طلع في كل في كل حتة انت 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 تكتشف ان يجي لعب من الدرجة التانية باستمرار تبصت لقيه هدف الدوري وتلاقيه متقلق وتجد والدرجة التانية جابينه من الدرجة التالتة وهكذا المواهب المصرية ساذ ابراهيم بفطرة اللعب المصري موجودة هيألاها ظروف بس الصحية عشان تنطلق الراجل ده والله بدون ما يعني يتعمد قد اعطى الرشدة الحقيقية لتطوير الكرة المصرية كلامه فعلا كان مهم جدا على فكرة بمناسبة الملاعب لانه الملاعب الليتها عاملة مشكلة في الجداول الناس كتيرة لما بتقعد المطشات بتتأجل والمطشات بتتفتت استاد القاهرة في الموسم الجديد هيستقبل خمس اندية يعني الاهلي والزمالك وزد والبنك الاهلي دول كلهم هيلعبوا في استاد القاهرة كان فيه فرق وفيه الداخلية وفيه بين سيراميكا كانوا عايزين يلعبوا ايضا في الاستاد لكن هيلعب في يوتشر وزد والاهلي والزمالك والبنك الاهلي خمس اندية مطشاتها كلها تتلعب على استاد واحد فما عندكش فرصة ان انت مش هتلعب مطشين في نفس اليوم على نفس الملعب القاهرة بيع خمس ملعب أستاذ إبراهيم القوات الجوية دفاع الجوي ملعب بيراميد بيراميد محتكل السلام وده محتاج شغل كتير جدا ان عليه ضغط كتير جدا واحنا فطرة يا رب يكونوا بيعملوا حاجة دلوقتي المقولين العرب بيلعب في ملعبه بيلعب في ملعبه ومبي بيلعب في انا بديك الملعب المتاحة وفوترسبورت هم خمس ملعب في القاهرة خمس ملعب لو ان الخمس ملعب دول حالتها جيدة كانوا كافية لكن للأسف الشديد ممكن تبص تلاقي في وقت واحد ما يبقاش اكتر من ملعبين هم اللي كواسيين والباقي يحصل نتيجة الضغط على الملعب دي وطبيعة التكنولوجي اللي احنا بنروح له في زراعة النجيل العالم انك تعمل ملعب جيد مكلف جدا 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 بس الجودة دي بتضمان لك جودة مستدامة هو الراجل عايز يقول لك كرة قدم يعني يديني ملعب كواسي اعرف يبقى المهارات تبان فيه السرعات تبان فيه الاصابات تقل فيه تضيع الوقت تقل فيه لان العشوائية الملعب الوحش بساعد على العشوائية فالكرة تبقى برا الملعب كتير وتوقفات كتير اصلاح الكرة مش صعب او او مش غامض بلاش مش صعب هو ممكن يبقى صعب لو انت مرضىش في الارادة هو مش غامض عايز تصلح هتعرف تصلح بس الارادة بقى ده كلام مهم جدا لان على فكرة عراسل كتير متداخلة في تنظيم المباريات وتحديد توقيتها وتحديد بلعبها وتحديد ارتباطها بالافريقيا يعني عايز اقول لكم على حاجة الرابط بتعلن دلوقتي على موعد اجراء قرعة الدوري بس مش قادرة تقول يبدأ امتى علشان الاتحاد الافريقي لغاية اللحظة ما قالش السوبر بتاع الاهل والتحاد العاصمة هتلعب امتى فجأة تسربت انه هتلعب خمستاشر تسعة فاكتشفوا انه ستاشر تسعة الاهل عنده مباراة في دوري ابطال افريقيا في الدور التمهيد فاصطوبوا وقفوا لانه اللي بتنظم الدوري السوبر الافريقي الجديد هيبدأ عشرين اكتوبر ويخلص حداشر نوفمبر هو رخر متداخل مع دوري ابطال افريقي وانت سمحت للاندية المشاركة الاندية التمانية اللي مشاركين في الدوري الافريقي الجديد يشاركوا من دوري الاثنين وثلاثين في دوري الابطال وفي الكنفدرالية طب ما هتاخلت مع بعضيها في البطلتين فالالتحاد المصري او الربطة المصرية او الكابتن عامر حسين مستنى بكل ورقه انتظارا لما الاتحاد الافريقي يقول هي موعده دي ايه عشان تسكن عليها موعدك ممكن اسألك سؤال بقى همارس انا بقى دوري الصحفي معك فضل هل تتوقع مجرد توقع ان الربط بعد ما تتعين بشكلها جديد هيكون عندها من القوة والصلاحية انها تاخد قرار حاسم في شكل الدوري الموسم القادم ولا حنلعب على قديمه على قديمه معلومة ولا توقع لا معلومة معلومة ازا ازا كنت انت الاندية رفضت ما احنا قلنا مش ضرور الاندية توافق ما يملكش ما يملكش ازا هي الربطة منبسقة عن الاندية ما ايوه انت مش فوطني انا شاب بأكد اه يعني ايه يعني احط جدول غير قبل التنفيذ عشان كله عاية اخر السنة والاندية اللي رفضه ما بتقولش ايه رفضه ليه ما بتقولش ايه رفضه ليه تسويقية تسويقية بقولك انا مرتبط يعني زي النادي الاهلي مثلا النادي الاهلي مرتبط مع الرعاة بتوعه ان انا هلعب في الدورة 34 مباراة هطلع الاعلام بتاعك على التي شيرت بتاعي في ماتشاطي الاربعة وثلاثين ومالو فجأة انت هتلعب عدد اهل ومالو هيخل ومالو كيف يا سيد فراهيم والله التضحية مطلوبة التضحية بما فيها الرعاة اه وشوف اعوادك ازاي انا ممكن اعمل في وقت فراغي مطشاط ودي اعمل فيها اللي انا عايزه يعني عايز اقول ايه كيفية بقى ان التسويق ياخدنا لسكة انه بقاش ادميين احنا مش رابط يا اخوانا كل حاجة تسويق تسويق وياريت التسويق بيدخ يعني الاموال اللي هي من اغنغها الاندية فين ده مما فيها الاهلي محنش بناخد القيم التسويقية اللي تستحقها مقابل الانفاق ومقابل المجود اللي بتعمله الاهلي عايز ضعف الاهلي عايز ضعف القيم دي عشان يقدر يغطي مصاريفه والزمالك والاسماعيلي وكله والاتحاد وكل الاندية الشعبية تحديدا محتاجين نشوف صيغة ان احنا نقدر نساعد كل نادي مش على حساب بقى ان احنا نعملها ايه بالاشتراكية خد من ده ووزع الكل لا وصل الكل ان هم عندهم من الوسائل انه يلاقوا حاجات يسوقوها ورعاه جدين وكل محافظة يا جماعة تتبه للنادي بتاعها هتقدر تلاقي رجال اعمال يقدر يقفوا مع الاندية الشعبية مش متخيل انا انه يبقى فيه ازمة لنادي بمس المحافظة انه يلاقي رعاه مش متخيلة يعني او يلاقي وسائل يعني لمضاعفة اراداته اراداته فيه كثير من الوسائل والله العظيم الثلاثة انا فيه حاجة يعني كنت سرحان وبتكلم فيها الاندية كانت محافظة تعمل حفلتين فنيتين كل سنة معفيتين من الضرائي يعني مفيش فنانين يتبرعوا ده الحفلات دلوقتي بتعمل مدخولات مرعبة ملايين يعني وعشرة الملايين احيانا او تعملي حفلتين معفين من الضرائي هتعمل ارادات كويس عند كتة فنانين منتمين للاندية يقدموا مبادرة لانديتهم كلهم بما فيها الان ولما لالي كان بيكسب كان بتيجي نجاة الصغيرة وكان بييجي وردة وكان بييجي شادية ليه واحنا في عصر الهواه كانوا بييجوا يقدموا هذي المبادرات الشخصية منه فممكن جدا نحي مثل هذي الأمور طيب الحقيقة كمان كلام بابا فاسيليو كان امتد للكلام عن التحكيم والأعجب من التحكيم يا جماعة الأمور لما بتبقى واضحة لكن يفضل الجدل عليها فكريم مباراة الأهل والإسماعيلي الأهل والإسماعيلي لعب الإسماعيلي محمد حسن سجل هدف بإيده يعني الكرة في إيده عرفت منين منه نسمع كابتن جهاد جريشا في التأكيد على اعتراف اللاعب اللي المفروض يلغي كل الجدل اللي مازال مستمر نشوف كابتن جهاد لأنه جهاد الحقيقة كان وقتها أكد على صحة الهدف لكن لما سمع من تحكيم اللي حصل الكلام نسمعه أولا محمد حسن مش متسلل تمام كمل النسبة بالنسبة لنا كدر إيده ولا رجله اللقطة تلفزيونية بتقول إنه ما جتش في إيده حلو تمام الكلام في اللقطة لي كتير وكتخبط لقطة 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 طبيعة أنا أقول لك بقى التفاصيل بقى الكواليس اللي محدش عرف يالله تعالى الكابتن جهاد بقى عشان يقول لك كواليس مهم اللقطة اللي حدش عرف اللقطة دي الحكم لما خرج الفار نسس أنا استغربت الرجل عمل شهر متيني هو خارج اللاعب قال له جت في إيده بس مش متعمت طبعا هي عدم تيجي في إيدك خل متعلم لعيب قال للحكم التفاصيل بقى دي أنا عرفتها بعد بعد بس أنا بتكلام على لقطة بحللتها تبطيك في الكواليس كبان إنه اللعب نفسه راح للكابتن تعرفت من حكم تعرفت من حكم اللعفت من الحكم when you stay in the ngo ده كلام أول مرة يتقال قال له إنه جت في إيده بس مش أس اللاعب نفسه اعطارت للحكم هو اللعب اللي خلصه له وامنه اجد واجب. انا انا ايا شوفها. ولقي تكمل وmount happening with that. shopping خلاص جات في ايدي بقى اي شكل ا OVERNAS系. بس انا اقول لك. بس انا اقول لك لما تقلم الليها الدنس. اقول لك لما انت من المسألة palette نفسه. لما اللاعب قال له جدا وخارج. علمني جات في ايدي وسأردد اي ده. واني علاقب عليها. علاقب هنا. يعني هو كان يقول جات في ايدي. بس وكان يتنЧك لا يستطيع ان ان فعلت BY ده. إنما كويس إن الكابتن جهاد يراجع نفسه ويقولك لأن الحقيقة الفقرات التحكمية لما بتيجي من حكام سابقين انت معاه ولا ضدها أنا بصراحة شايف إن أكتر لغض بيحصل نتيجة الفقرات دي يعني يتبقى كل واحد واسخ جداً من معلوماته إنما تبصت لهم يتناقضوا مع بعض يبقى أدي الحاكم حق إنه اختلف معك أنت أنت مختلف مع الحاكم وفي زميلك متفق معاه ليه هو يبقى غلطه أنت صح المحل البقى اي مش كده ولا اي صحيح بس ده كلام مهمة جماعة لأن كانت لقطة مهمة بانوا عليها حواديث وقصص وكلام وروايات برضو للتقليل من فوز الأهلي بأي طريقة إن كانت برغم إن أنت شايف إجماع تحكيم وشايف حتى خبير التحكيم الوحيد اللي اختلف مع زمايله فيها رجع كابتن جهاد رجع نفسه وقال لك أنا عرفت من طاقم الحكام إن المسألة كانت منتهية بالنسبة لهم وأحمد الغندور لما راح يعمل تشيك فيديو راح وهو تقريبا حسم المسألة وراح كده تأديه تواجب لأنه كان سمع اللعب لما اعترف له قال له إيدي جات في إيدي وإيدي ثابتة فكانت المسألة واضحة جدا مش محتاجة كل الجدل الإعلامي اللي خلفته هذه اللقطة واللي اعترف بيها جهد جريش على فكرة منذ قليل كابتن محمود الخطيب حرص على زيارة واحد من نجوم الأهل الكبار كابتن حمد جمعة كابتن حمد جمعة جماعة واحد من مدافع الأهل الكبار اللي كانوا ضمن الجيل القوي في السبعينات وبداية التمانينات بيعالج حاليا في مستشفى المعلمين قرب النادي كابتن خطيب زاروا للاطمئنان عليه واطمئن من التاقن الطبي المعالج ليه على صحته على الإجراءات اللي بتتم معاه في المستشفى وإدارة المستشفى أيما برعاية كاملة ليه كابتن الخطيب تمنى لكابتن حمد جمعة موفور الصحة والسعادة وإن شاء الله ربنا يمن عليه بالشفاء العاجل بإذن الله حمد جمعة حاجة جميلة أول حاجة جميلة كان لعيف قوي جدا وكان عنده إرادة أستاذ إبراهيم غير معقولة حقولك على وقعة بيلك إيه نوعية الرجل ده مرة نيس الجزمة لعب فردتين شمال شط بكامل لابس فردتين شمال لأنه ملقاش غير فردتين شمال وهو نيس الجزمة بتاعته فلعب شط بغير محد يحس ولعب بالفردتين الشمال وأدى وبعدين في الهفتان كان يجبونه جزمة لما تنبهه ونزل وخاف يقول إن معاي فردتين شمال يقوله طبوعك ما تلعبش عفقه النهاردة اليوم العالمي للشول لمستخدم اليد اليسرى بص البشرية في الطرف بتاعه لكن اليوم العالمي لمستخدم اليد اليسرى ما تفهمش اللي مين مالهم اللي مين ليه لأ لا ما الشول على السادس النهارة مش شائعة تعتبر نادرة شوية لكن ما تعمله اليوم العالمي اللي ما بتخدمهش إدري آه مثلا لا ما ليهم طبعا لكن حمد جمعة كان واحد من اللعب لا لا كان قوي وكان جريء وكابتن جاري كان له نظر هو اللي جابه جابه أظن بالتصنيع حاجة زي كده وله له جن معروف جدا في موتش الزمالي آه آه كان من كونر ده كابتن خطيب صلحال آه فاوله صلحاله خدم المرة أحد قمبلة ماتش خلص واحد واحد فيعني ربنا تديله الصحة والحقيقة كابتن خطيب في الحاجات الإنسانية بيبقى حريص عليها ما بتفتوش لأن تأثيرها بيبقى مهمة جدا الحقيقة جهود كبيرة بتتعامل مع قدامى اللعبين وقدامى النجوم مش بالضروري بيعلن عنها لكن اللي أنا قدر أكده لكم إنه لا ده الفيديو بتاع زيارة الكابتن خطيب للكابتن حمدي في المستشفى بيتطمن منه ده منذ رحزات يعني هتلاق لسه الفيديو جاي لنا حالاً فهتلاق من ساعة تقريباً كانت هذه الزيارة ومعالو ساعة جمال جابرة ربنا تديله الصحة رب هو وكل يعني زميله اللي أصره الملاعب يا زمن كان وحش كان وحش سبحان الله إن شاء الله ربنا يمنى عليه بالشفى بإذن الله ربنا يمنى عليه بالشفى العاجل بإذن الله بإذن الله ألف سلامة للكابتن حمدي ومعه وكل المرضى ربنا يشفي ويعفي بإذن الله تعالى دمتم للأهل دائماً ودام لكم الأهل بإذن الله تعالى بطلاً شامخاً وعلى خير نلتقي في العشرة مساء الخميس القادم إن شاء الله بطبع على خير